اشتدت وطيرة المعارك الضارية بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثية الانقلابية تمكن من خلالها الجيش من تحرير مواقع متفرقة جنوبي مديرية الناطع في محافظة البيضاء وقالت المصادر الميدانية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مناطق الروضة والفلحية والرقاب والخنق ومستشفى أعشار جنوبي مديرية ناطع وعلى الصعيد الجوي استدفت مقاتلات التحالف العربي بغارتها الجوية مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في منطقة أعشار وجبل الحمراء غربي المنطقة وطبقا للمصادر فإن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيات نهيك عن استعادة قوات الجيش الوطني كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وأحد الأطقم العسكرية